مفيدة للشعر مفيدة للحشرات مفيدة للجرب مفيدة للهرش مفيدة للجداد كلام دي مفيدة جدا للجداد اللي هي ملهاش اي اثار جانبية على الكلام قاعد سيبوا يا سين سيبوا خالص يسمى خاسش شوية العظم باين كمان انا حاسش بيها وهي بتتسرع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك يا جماعة تحياتي لكل متابعينينا وكل الناس الجميلة اللي من ورانا على كنواتنا على اليوتيوب دي ديكتوماكس اسمها ديكتوماكس العلبة دي اسمها ديكتوماكس تمام دي عبارة عن علاج خاص بالحيوانات عن مثل الخيل البقر الجموس الكلاب الحاجات دي يعني معنى كده علاج بطري تمام دي شغلها ان هي مع الكلاب مفيدة للشعر مفيدة للحشرات مفيدة للجرب مفيدة للهرش مفيدة للددان مفيدة لحاجات كتير تمام للأسف ان الرشتة بتاعتها اغلبها انجليزي وانا الثقافة عندي طبعا انتو عارفين ياباني فالحمد الله يعني ايه انا بنفتح كده قادي الرشتة بتاعتها بتببرة تبتباش جوه قادي شكل الرشتة اهي تمام انجليش كلها انجليش تمام طبعا دي انا مش فاهم منها حاجة فانا ممكن نعمل ايه نجيب برنامج الترجمة على التليفون ونشغل الكاميرا بتاعته ونقعد نقرأ بقى تمام بس انا حنقولك على معلومات تخطيفية كده عنها واسعارها والحاجات دي كلها ولا يزمتها الكلاب دي مفيدة جدا للكلاب حلاوة ديف حاجة ان هي ملهاش اي اثار جانبية على الكلب ملهاش اي اثار جانبية على الكلب تمام يعني فيها مشاكل للخلفة ولا مشاكل الحمل ولا الكلام دا كله بس برضه احنا بنتغادة ان احنا نديها للكلب الحامل يعني ممكن ندي قبل فترة الحيد والخلفة والكلام دا كله تمام ونتظر ان احنا ندي للكلب الحامل. اه دي الشكل بتاعها اه. تمام? دي الرشتة بتاعتها اللي برا دي. تمام? دي ما لهاش رشتة جوه. دي بتنبع زي ما هي كده مش في علبة اه كرتون ولا كلام ده. دي زي ما هي كده. دي لسه جايبا برح. دي لان انا بنشتغل باها على طول مع الايفوماكو الاردني. تمام? بنشتغل بالايفوماكو الاردني في شيء وبنشتغل بجيء في شيء. دي طبعا فايداتها. اني ما بتخليش ديدان تمام? اه في نفس الوقت مفيدة للكلب المفروض ياخد الجرعة بتاعتها كل تلت شهور. اه الكلب الكبير ياخد ما يقارب السنتي ونص مسلا. تمام? يعني انا بنشتغل بالنزام ده. بس انا هندي الميلو دلوقتي اتنين سنتي. يعني هتشوفو دلوقتي. تمام? الكلب الكبير ياخد سنتي ونص. الكلب الصغير الخالص اللي هو عمر اه شهرين وتلاتة والحياة دي اه نص سنتي اه سنتي لربع في الحدود دي كده. فانا بنخلي دي عندي ندي بيها لكلاب معينة. كلاب ايه? يعني لقيت مسلا انا مبارحة ديتل ايفان. اه لقيت ايفان مسلا شعرته ناشفة. وخاسس بنأكل بنأكل تمام? بس جنبه من ورا كده خاسس شوية فبنديله. اديت لبوتشار بتاع السيد محمد عبد جواد. اديت للكلام ده كله. دي سعرها كام? سعرها كام? خمسمية خمسة واربعين جنيه. كانت بكم من فترة عريبة. تلتمية خمسة وسبعين. تلتمية وتسعين. دلوقتي خمسمية خمسة واربعين جنيه. تمام? خمسمية خمسة واربعين جنيه. تدي منها للكلاب. تمام? ما بتعودش حاجة. دي فيها خمسين سنتي. حاجة بسيطة. انا عايز نحاول نفتحها كده. بس كده دوتش. بتنفتح يعني انا متعود عليها بس هي عشان الجديدة لسه. اهي. 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 طب احنا لو جيبنا اتنين في الشهر بالف بالف ومية. تمام? اهي. ادي. تمام? انت بقى يا حلو يا اللي عندك كلب واحد. حتجيب الصنطي بخمساشر جنيه. يعني الصنطي بنبقى عند الدكتور البيتري بخمساشر جنيه. لانه عمرك ما هتروح تجيب لي علبة زي دي. بخمسمية واربعين جنيه استحالة يعني. تمام? لدي لسه هنفتحها اي. اهي. اول مرة. تمام? عمرك ما هتروح تجيب واحدة زي دي بخمسمية واربعين جنيه. فهتدي بتجيب الصنطي من عند الدكتور بخمساشر جنيه. انت لو حسب خمسين صنتي في خمسمائة خمسة واربعين جنيه بسرعة عفتح التليفون وشغل لها لحسبة وحسبها وحتلاقي الصنتي جملته كذا. تمام? فلما تروح لدكتور ويقول لك الصنتي مسلا بخمسين جنيه وكلام من ده قل له لا. دقيقة سعرها عامل كده. آآ خمسمائة طبعا معلش الحالة دي لو زعلت حد. آآ خمسمائة خمسة واربعين جنيه يبقى الصنتي وايف بكزا جملته. يبقى حتى لو خدت في خمسة جنيه ماكسا بيبقى كويس. تمام? آآ دي. اهي. تمام? دي بنشتغل بها بقى ان دلوقتي ما يقارب آآ عشر سنين او خمسة او سبع سنين عشان دي ما طلعتش بقى يعني قديمة. دي لسه جديدة. احنا كده مش هنحتاج الاساسا ان كده كده هنشتغل بها ونحطها في التلاج. خلاص. دي خليها بقى نترجمها. تمام? ونقعد نقرأها كده عشان نبقى نديكم انها معلومات برضو وانتو تستفادوا وانا نقرأ. انا نقرأ وانتو تستفادوا. تمام? خليها معي. يلا بينا ندي لميلو. قد كده بشا. معنا السرنجة بتاعتنا. طبعا السرنجة بتاعتنا فيه سرنجة معاينة انا بنشتغل بها لان بتبقى سرنجة بتشتغل متاح انها تشتغل كتير ومتاح انها تتغالف مياه وحاجات زي كده وتتطهر كل مدى. تمام? وسن معين سن بيطاري. وحندي لميلو. تمم لي ميلو يا سين. هندي لميلو اتنين سنتي. اتنين سنتي عشان الناس اللي بتقول يا كابتن ابو نور. هل الحوان دي بتأثر على الخلفة? انا بنده ميلو. ميلو كلبي بيتجوز وبيخلف. انا بندله منها. تمام? لان فيه ناس كتير بيقوله الحوان دي بتأثر على الخلفة والجوازات والحاجات اللي زي كده. ميلو. قعد. سيكول يا سين. قعد. سيبه يا سين. سيبه خالص. قعد. عيب. نسك يا سين. عيب. قعد عيب. طبعا هي. بنرفع الجلد كده. وبنده لحوانة كده. اهو. طبعا ليه بنده ميلو? ليه بتدي ميلو? هنا في حالة ال شاهد. تمام? بيقلش بيغير شع. اهو. شايفين? اهو. تمام? خب نديله. تعالوا معانا كلبة كمان اسمها مشمشة. هتدي المشمشة ليه خاس? خاس اه ممكن يبقى فيه ديدان. ممكن يبقى فيه اه من حشرات من كزا من كزا. كل الحاجات دي متاحة اي احنا كموربيين كلاب متاح معانا كل حاجة. الكاميرا تيجي كده بقى قدامنا كده. كده الكاميرا تمشي قصدنا كده. قصدنا كده. ايو قصدنا ناحية العيشة تاعة الفراخ. ناحية الليه. الكاميرا. فين مشمشة. طب انا مش شايفة معلش. معلش? انا كنت والله يعجي معها. يعني اللي معها الكاميرا طالعها عند حق. جاهز? طبعا مش مشة هي. نقرب منها بالكاميرا عشان تكون الناس شايفها. تمام? خاسة? اي مش خاسة خاسة للاعدام يعني. او عاسين سفر. تعالي. تعالي شوش? طبعا اهي. الجسمان خاسش شوية العظم باين. تمام? انا حسيت بيها وهي بتتسرح مبرح. فقلت لازم نديه ديكتو ماكس. طب تاخدي هادية شوش? تاخدي هادية. تاخدي هادية هاتي بوس. تاخدي هادية. شو شو? هنديها نص سنتي. كفاية? نص سنتي كفاية. علشان جسمها. لان العلاجات الوحيدة. لا ايفو ماكو. ديكتو ماكسو. الحياة دي بتتاخد بالكيلو. بحجم الكل. مش بالكمية كده عادي. تمام? هنعبي نص سنتي. زي ما قلتلكم السرينجة دي سرينجة معانا نبنشتغل بها. بس انت طبعا ما فيش لو عندك كالب واحد مش داعي تجيب السرينجة دي. تمام? قادي نص سنتي هو. تمام? نمسك لقى سوسو. بس يا سوسو. قاعد كده عشان ايه? نديكي لحقنا. فكرة 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 اخر مرة ولدتي ولدتي فيها. بس شوشو. سابها بشا? اه والنبي الكلاب اللي بتاخد ديكتو ماكس يتقايد لها في دفتر. انك تب لها التواريخ. تمام علشان ايه? نبقى عشان ايه? ايه? حبيباتنا دي حبيبة اسلاق. حبيبة اسلاق. لو اسلاق بتفرج على الفيديو. حبيبتك يا اسلاق مش مشا. مليون مساء عليك يا جماعة. عرفنا الديكتو ماكس واسعاره. وعرفنا فايدته. وعرفنا لازمته. وشغله ايه? وعرفنا نتعامل به ازاي ونتعامل معه ازاي. العلاج ده مش بالكيلو. العلاج ده بالسانتي والسانتي بيكون على حسب حجم الكلب. على ما اقيم كده السانتي على خمسين كيلو. بس انا بنستعملش مع الكلب السانتي على خمسين كيلو. احنا بنستعمل مع الكلب الكبير مسلا حجم الكبير ده. يعني ميله مسلا اثنين سانتي. كلبة زيديه نص سنتي جاروه صغير نص سنتي حسب حجم أنا بنشتغل به هو الصح بتاع الدكاترة بالكيلو المفروض ان الكلب يتوزن قبل ما اخد الحياة دي بس احنا بنشتغل به كتقييم نظري لمربين الكلاب أحلى مساء عليكم طب لو استفدت من الحلقة دي كتب لينا في كومنت عشان تشجعنا نعمل لك حلقات تانية وهو هتنسى تعمل لايك تمام وشوف انت عايز دي كتبولي في كومنت وانا هنعمل لك دي حلقة مليون مساء عليك ويا ربي تكون الاستفادة للعامة